اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش والإنسان دايماً عدو ما يجهل الجملتين والمثل الشعبي والجملة دي من أشهر الكلام اللي احنا ممكن نسمعه لصنف من الناس ونوع من الناس بيدينيل أكتر أنه يتمسك بكل ما هو تقليدي مش لأنه أفضل حاجة ولكن ممكن نقول أن الناس دي بتلاقي مساحة الأمانة الخاصة بيها في كل ما هو متجرب أو كل ما هو تقليدي أو كل ما هو يعرفوه بشكل أو بآخر طب تيجي تواجههم تقولهم طب ما تجربوا الجديد يقولوا لك لأ طب خد فكرة يقول لك لأ طب في أفكار حلوة وجديدة هتخليك أفضل وأنجح وأحسن برضو لا أنا مبسوط كده وأنا مرتاح كده بيخافوا دايماً من كل الأفكار الجديدة اللي ممكن تساهم في تبسيط حياتهم أو تسهيل حياتهم وممكن يحطو لك ألف مبرر ومبرر عشان يرفضوا للأفكار الجديدة دي بدون بقى ما يتعبوا نفسهم أو يرهاقوا نفسهم ويهتموا بيه أو مثلاً يشوفوا فعلاً أبعادوا إيه وممكن يكون بالنسبة لي أحسن في حساباته ولا لأ يمكن نطلع منها بحاجة مفيدة لكن الحقيقة في المقابل بيكون فيه ناس متمسكة ومؤمنة جداً بأفكارها ومش بتيأس مع أول محاولة يعني على الرغم من كده بتلاقي فيه ناس شجاعة يعني هي بتبقى متربية في كل ما هو تقليدي بس بتلاقيها في لحظة من اللحظات الناس بتسميها أنها متمردة بس المفهوم الاجتماعي أنها مش متمردة هي عندها شجاعة المقاوة لكل ما هو تقليدي وأنها تضيف وأنها يكون لها بصمة مختلفة عن كل ما هو معروف أو أنها ما تمشيش زي القطيع أنها يتبقى لها بصمة مختلفة يعني هادي لحضراتكم مثال على كلمة سنة 1960 رفضت إحدى المجلات العلمية الشهيرة في الفيزياء بحث قدمه المهندس والفيزياء الأمريكي سيدر هارلود وكانت حجتهم أن البحث ده البحث بتاعه ده مش مناسب للنشر وأنه ما اتبعش فيه أطر معرفية معروفة تقليدية ولكن الحقيقة أنه كان عنده إصرار وكان مؤمن جدا بفكرته ومؤمن جدا باختلافه وحاول محاولات مستميتة عشان ينشر الفكرة بتاعته دي وكانت الحقيقة فكرة مؤسرة جدا وبعت نفس البحث ده لمجلة اسمها نيتشر البريطاني ووافت عليه وتحولت الفكرة بتاعته دي لبراءة اختراع وبعدها تم تصنيع بقى اجهزة الليزر اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في كل المجالات فيش مجال دلوقتي مش موجود في الليزر نفس الكلام ده حصل مع المخترع والكيمياء الأمريكي باول لاتروبور اللي أصر على نشر البحث بتاعه على تصوير بنية الأنسجة والأعضاء بدقة عالية جدا جدا ورافضته مين بقى؟ رفضته مجلة نيتشر اللي احنا لسه كنا متكلمين عنها يعني اللي هي وفقت بقى على فكرة الليزر لكن في الفكرة دي رفضتها لكنه برضو بالنسبة له ما فيش يأس بعت مرة تانية لنفس المجلة دي ووضح وجهة نظره بشكل أكبر وأوضح وأضق فكانت النتيجة إنها وفقت عليه هنا بقى خرجت أساس فكرة إيه؟ جهاز التصوير بالرانين المغناطيسي اللي هو دلوقتي لا غنى عنه في مجال الطب هاختم كلامي مع حضراتكم بكلام قاله العالم الحائز على جائزة نوبل واللي بيصادف اليوم ذكرى ميلاده 25 مايو وهو جاك شتيجنبرجر قال إنه مش من السهل إن احنا نخلي الناس العادية تقبل الأفكار الشجاعة الجديدة لكن في بعض الأحيان بيكون من الصعب جدا إننا نقنع الناس الأذكياء والأكثر انفتاحا بالأفكار الجديدة دايماً خليك مؤمن بفكرتك دايماً خليك مؤمن باختلافك حتى لو الناس رفضته في الأول لكن في يوم الأيام أنت اللي هتفرض بصمتك المختلفة دي على الجميع ترجمة نانسي قنقر